موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين العزاء حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه أيها الأخوة جديدنا هنا في هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق والنموس الأخوة المشاركين الحاضرين هنا على أرضية هذا الميدان سأتذكركم بصاحب التوقيت الأفضل والأجمل في هذه الانطلاق الشارط صالح بن سعيد الجربوعي المرني تهانينة والنموس في هذا الحضور الجميل وهذا الحضور المميز ما شاء الله الأطرش على المركز اللون الأطرش مندفع بمقدمة هذا الشرط ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق والنموس محمد بن راشد بن مرخان على اشتبيه والله مرحبا بهان الاهباب حاضرين متابعين هذه الانطلاقات الجميلة حاضرين بهذه الانطلاقات المميزة بينما في المركز الثاني زملوك لمنصور بن سيد بخلفان لغويس وفي المركز الثالث معزم مبارك بن راشد بن عبيد من طغيش على اشتبيه وفي المركز الرابع وصل في هذه اللحظات الفارس صالب بن مبارك الزرعي وخامس المراكز الذيم لمحمد بن الخليفة بين محمد بن هويدن على اشتبيه وفي المركز الساعة نايف محمد بن أحمد بن عبيد بن سعيد الخاطري شعار الحنيش هذا شعار الحنيش يلا يالخاطري بينما اللي في المركز الثامن اللي اللي في المركز الثامن وصول في هذه اللحظات متعب صبيع بزهال بن عوف الغيلاني وفي المركز اللي اللي في المركز هناك التاسع أرى شعار بن حلوك ما شاء الله حاضر مع هذه الانطلاقات وعاش المراكز هناك من أتانا شاهين أحمد بن سعيد بن بروك الحميش هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة هكذا أيها الأخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا ذعناها عليكم بالوفة والتمام هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه الانطلاقات المميزة يلا اللي بالنموس اللي بالنموس يا جماعة يقترب من عنواننا يقترب من هنا مع الأطرش على المركز الأول واللي مسيطر هنا مع أهالي لهبوب على مقدمة هذا الشوط ومحمد بن راشد بن مرخان لاجتبي حاضر متابع هذه الانطلاقة وهذه الاندفاع على المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن هناك إذا حضروا دايما هالي لهبوب عندهم كلام عندهم كلام عندهم علوم السر والله عندهم علوم السر ونتمنى لكم كل التوفيق بندغيش حل بالمركز الثاني بندغيش حل بالمركز الثاني مع معزم المبارك بالراشد أحبيد بن دغيش بينما اللي في المركز الثالث أيها الإخوة هنا وصول الفارس سالم بن مبارك بس سالم الزرعي ثالث المركز المركز الرابع شوي هناك شعار زملوك مصور بسيبا غلفان الأغويس وفي المركز الخامس أنا في هذه النحظات اسم جميل بس عضري خامس الله محمد بن أحمد الخاطري مع نايف هكذا كانت النتيج روح هناك روح إلى المركز الأول يا سلام يا عذاب القلب من شي نشوفه شو هزين يا بالمرخان شو هزين يا بالمرخان بسم الله ماشاء الله صلوا على ذكر النبي صلوا على ذكر النبي ماشاء الله تبارك الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله شو هزين شو هالحظور المميز ماشاء الله 1400 متر 1400 متر قليلة في حق هذا القعود الشبوغ قصيرة في حق هذا القعود المميز لا طرش أيها الأخوة اللي اللي مندفع على المركز الأول شوف الشباب بعد شباب الهباب حاضرين رفيق بمرخار حاضرين ماشاء الله يتابعون كل صغيرة وكبيرة مع هذه الانطلاقات الجميلة هذه الانطلاقات المميزة مندفع على المركز الأول أو م Melbourne سيطر على المركز الأول لمحمد بن راشد بن مرخان بن مرخان لطرش هيقدمة على المركز الأول بينما معزف المركز الثاني لمبارك بن راشد بن عبيد بن تغيش أيضا حاضر ومغترب من الموقع أيها الأخوة بينما اللي في المركز الثالث بعيد عنه شعار الخاطر ولا ولا شعار هذا 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 الزرعي صلى بن مبارك الزرعي بركز الرابع مع الخاضري محمد ورحمد الخاضري وسيد من خلفان لغويس خامس المراكز هل امور سوف تبقى على ما هي ولا هناك بيحصل تغير هناك بيحصل تغير ولكن اظني في ظني وتغديري ما حد يعشقك غيري يا لطراج الله شوف الجماهير شوف جماهير الاهباب ماذا تفعل شوف جماهير الاهباب ماذا تفعل في اللحظات الأخيرة عبر يابراشد 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 أربعملت متن الأخيرة ابتسمي يا الاهباب ابتسمي يالاهباب ابتسمي يالاهباب صور على كيفك واخذ لي لغطة واخذ له تصوير جميل مムيز الاطرش 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 ياغثير راس وينتحي راس ورقم القياس يمحط بنا يا باب appoint ان اسرح ان ما شي وسواس بن مارخان جهاز بالندنة علي حرز الله من الناس بن مارخان وحيدن ما يسبقنة احيدن ما يرحقنة يا مرحب ابو خميس بن مارخان والحضور كلهم على ارضيتي وساعتي هذا الميدان سلام لطر الشلام سلام محمد بن راشد بن مارخان المركز الثالث المركز الثالث محمد معتيش المقعودي المركز الرابع شعار مفتاح بن علي محمد النعيمي وفي المركز الخامس سيف بن خلفان الاغويس هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة والتوقيت المميزة توقيت الجميل ست دقائق بالوفا والتمام تهانينا محمد بن راشد بن مارخان اجتبي من قدم الاطرش على المركز الاول وصباح الخير يا هالي الاهباب صباح الانجاز وصباح الابداع ما شاء الله هنا على ارضيتي ميدان الطيب هذا الحضور الجميل والمميز